إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحييكم من مصر المحروسة دائما وأبدا بإذن الله بلاد الطبي والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى القليل زي معودناكم إن أي حد بيبعات لي سؤال بنجاوب عليه في فيديو علشان الإجابة توصل لكل الناس اللي في دماغها نفس السؤال طيب إيه هو الموقف اللي احنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو لما حد بيبعات لنا سؤال مثلا حد عنده إنزلاق غضروفي أو ضيق في القناة النخاع الشوكي أو التهاف في هرق النسا أو بيبقى عنده تزحزح في الفقرات أو عنده أي حاجة في العمود الفقري أو يبعات لنا حاجة عن الرجبة عايز يتساءل فيقول عنده مثلا مزق في الرباط الصليبي قطع في الرباط الصليبي تآكل في الغضريف تآكل في الغضروف الهلال يخشونة في الرجبة تآكل في الرجبة ارتشاح مية في الرجبة أيا كان الحاجة الحاجة اللي احنا عايزين نعرفها للناس النهاردة إن حضرتك أيا كان اللي عندك في العمود الفقري هي الأعراض واحدة الأعراض ثابتة الأعراض هي هي تمام؟ يعني أنت حضرتك لما تيجي يعني ما تفكرش إن علاج دي قناة النخاع الشوكي غير علاج الإنزلاق الغضروفي غير علاج لو فيه فقرة متحركة غير علاج لو فيه شد عضلي غير علاج لأ هو نفس الحاجة في الرجبة ما تفكرش إن انت حضرتك لو عندك مية في الرجبة أو عندك خشونة علاج الخشونة أو اللي احنا حنعمله بلاش علاج لأن ما فيش علاج موضوع اللي حنعمله للخشونة غير التآكل غير الكلام ده كله الحاجات دي إنت حتقولي معقولة يا دكتور ما يفرقش يعني للدرجات دي يعني يعني نزلاق الغضروفي زي دي قناة النخاع الشوكي زي التهاب عير الناسة زي فقرة متحركة زي كل الكلام ده هو الأعراض بتاعت الحاجات دي كلها واحدة والعلاج الغير جراحي بتاعها واحد اللي اختلاف كله في العلاج الجراح يعني لو انت قاعد قدام جراح حيفرق معاه انت عندك ضيق في قناة النخاع الشوكي خد بالك ان الأعراض هي هي وجع في ظهرك أو وجع في رجلك أو وجع في ظهرك بيسمع في رجلك بس هو ده العمود الفقري أو في الرقبة في رقابتك بس أو في دراعك بس أو في رقابتك بدراعك كويس كل الأمراض بتاعت العمود الفقري بتعمل الحاجات دي يواجع في الظهر يواجع في الرجل يواجع في الاتنين حلو كده كلهم بيعملوا نفس الأعراض فأنت لما تقول لي الأعراض أنا ما شخصتش أنا لازم أعمل رانين عشان أشخص طيب إنت لما تبعط لي التشخيص في رسالة وبرضه نفس الحكاية بالنسبة للرقبة بتوجعك من جوة زي بتوجعك من بره زي بتوجعك من قدام زي بتوجعك من وار عشان أعرف إنت عندك إيه لازم أعمل رانين فأقول لك آه الوجع اللي عندك ده من الغدروف الهلالي الوجع اللي عندك ده من الرباط الصليب الوجع اللي عندك ده من تآكل وهو طريف الوجع اللي عندك ده لكن هو هو نفس الوجع ما تفكرش ان انت لما تقعد تتكلم وتوصف في الوجع она شخصت حاجة انا ما شخصش حاجة لان في مرضى بتقعد تتكلم كان يعني هو كل ما يديني معلومات ولما أفتعب لما اعوض لما اتنيها ما اعرفش اتنيها قوي لما ارفص كل المعلومات دي ولا لها اي قيمة في تخصصنا في الحاجات بتاعتنا تمام التشخيصات لما بتطلع برضو نفس الحكاية والله عندك ألم في ظهرك بنعمل الحقن لمفاصل الفقرات والتردد حرارة مفاصل الفقرات في رجليك بنعملها لحقن جزور الأعصاب وللتنين بنعمل مفاصل الفقرات وجزور الأعصاب رجليك لو هو ارباط صليبي يبقى فيه قطع وانت شاب صغير هنديك بلازمة مع المادة الجيلاتينية لو انت كبير في السنة هتعمل مادة جيلاتينية بس من غير بلازمة وبعدين نعمل لك يعني في النهاية نفس الحاجات تقريبا يفرق مع الجراح دي قناة النخاع الشوكي لو عايز يعمل عملية عايز يسلك بقى يفتح قناة النخاع الشوكي لو هو فيه فقرة متحركة هو عايز يعمل شرايحه مسامير لو هو فهو العمليات بتاعته الجراحية بتختلف احنا حاجاتنا ما بتختلفش الحاجات الغير جراحية ما بتختلفش فانت لما انت تبعث لي شرح كتير جدا في رسالة انا ما استفدتش حاجة بعرفتش افيدك لما تبعث لي شرح كتير جدا انا برضو مش عارف اشخص اي حاجة من غير ما تعمل لي رانين لما انت تبعث لي تقول لنا عندي ديق في قناة النخاع الشوكي لازم اسألك ضهرك بس اللي بيجعك ولا رجليك ولا ضهرك ورجليك عشان ححقن ده واحقن جزور الاعصاب ولا حقن جزور الاعصاب بس ولا حقن تمام فالاسئلة مهمة لكن الشرح الكتير مش مهم بيشتت فانت لما تقول لي مثلا انا عندي تزحزح فقاري او عندي انزلاء غضروفي فقولك هنعمل لك حقن وتردد حراري تقول انت تبعث لي تقول لي انا عندي تزحزح في الفقرات ما هي نفس القصة انا هعمل لك الحقن ما هو ده العلاجات غير جراحية حقن وتردد حراري احنا ما بنتعاملش مع احنا بنتعامل مع مصدر الالم يعني في تخصصنا احنا علاج الالم وعلاج الاحاجات دي بدون جراحة بنتعامل مع مصدر الالم فمصدر الالم ثابت العصب مصدر الالم بتاع حضرتك العصب لو فقرة متحركة العصب اللي بيوجعك انزلاء غضروفي العصب اللي بيوجعك ديق في قناة انو خاعد شاوكي العصب اللي بيوجعك اللي انت عايزه فقرة متحركة العصب اللي بيوجعك خشونا في مفاصل الفقرات العصب اللي بيوجعك فاحنا انا بالنسبالي عايز احدد بقى مكان العصب اللي انا هتعامل معاه سواء بالعلاج او بالحقن والتردد والحرار فانا بشرح الكلام ده ليه علشان لما حد يبعت يقول ايه هل لديكم علاج لديق قناة النخاع الشوكي انا كل اللي همني انت عندك شلل ولا لا عندك شلل يبقى تروح بقى للجراح هو اللي يعمل لك الحاجات دي ما عندكش شلل وعندك واجع وحرقان وتنميل وقلم في ظهرك وشد عضلي والكلام دي ما تعملش عملية اوعى تعالى نعمل لك الحقن والتردد الحرار فانت لما تسألني عندك علاج لتزحزح الفقرات اه عندي علاج لو انت مش مشلول عندك علاج لك هو هو نفس العلاج لو انت مش مشلول فانت لما بتبعتلي الرانين لان في ناس بيصر انه يبعث الرانين قال يعني انا لما هو فهم غلط طبعا لان احنا تخصصنا نادر شوية احنا غير بقية الدكاترة يعني بقية الدكاترة وممكن تبعت له الرانين يقول لك تعالى عمل لك مش عارف ايه يا راجل لا انا هنيفرق معا انت ممكن تبعت لي الرانين الاقي غدروف صغير اقول لك تعالى الاقيك مشلول من الغدروف الصغير ولازم تعمل عملية لان الغدروف صغير جيه في انه خعد شوكي وممكن تبعت لي رانين مغناطيسي مليان حاجات اربع خمس غدريف اسألك يا ده حالة صعبة المريض ده يا جماعة مشلول يقول لك لا ده بيخش الحمام وبيروح الشغل وبيتحرر طب تعالى لي اهلا وسهلا شوف ايه المعلومة المناسبة انت مشلول ولا لا مش مشلول تعالى من العراق بقى من اليمن تيجي من السعودية تيجي من اي حت لكن لو مشلول بعد الشر او بتجر رجلك في طريقها الى الحاجات دي لا لازم هتروح تعمل عملية فانت مش مهم ايه تشخيصك في تخصص نحنا انا يهمني انت بتمشي على رجليك ولا لا ده اللي يهمني فلو حضرتك كده ما تتكبتش على انك تبعت الرنين انت اقف على ترتيب صابعك وكعب رجلك لو بتعمل كده تعالى يا سيدي وانت متطمن ان احنا ان شاء الله ربنا يكتب لك الشفا عندنا ان شاء الله لكن ما ترتبطوش وبالشرح الكتير ده في ناس طوال تشرح لي تبعتك دي رسالة عشرين سطر وانا مش قادر اركز انا عندي متين رسالة بخلص شغلي في العيادة افتح عيادة تانية في البيت اقعد الناس اللي تعبانا والناس اللي بتتكلم ربنا يعني يكرمنا ويكرمكم لكن حرام انك يعني تاخد وقت المتين واحد لوحدك وبعدين تبعت ترد عليه يبعت لك سؤال تاني وراه على طول فما فيش مشكلة احنا بس بنحاول نوضح الامور دي ان كل الاعراض ما تفرقش تمام في تخصصنا تفرق مع الجراحين طبعا اللي هعمل عملية فنتمنى ان احنا نكون افدناكو بالفيديو ده لو الفيديو ده شايفينه مفيد اعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب عشان تجيلك الفيديوهات بتاعتنا كل ما ننزلها لو ما عجبكش الكلام بتاعنا احنا بنعتذر ان احنا ضيعنا وقتك وما تعملش سبسكرايب عشان ما تشوفناش تاني ولو عايزين ترسلونا احنا شخصيا نبقى على صفحتنا على الفيسبوك الصفحة دي كل واحد دي سؤال الله يكرمكم لان ما فيش وقت لكل الناس يعني فصفحتنا على الفيسبوك لها نفس اسم القناة او الشانل بتاعتنا على اليوتيوب اللي انتو بتشوفوا عليها الفيديو دلوقتي سبحانك اللهم ربنا وبحملك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والى فيديو قادم ان شاء الله